أمامي أكبر طائرة شحن في العالم وهي أنتونوف 225 التي يبلغ طولها أكثر من 84 مترا وتستطيع حمل 250 طن من عمليات الشحن هذه الطائرة التي دمرت من قبل القوات الروسية عندما دخلت مدينة غوستاميل الواقعة شمال العاصمة الأوكرانية كييف مستر دينالي رودينيك لو تحدثنا عن كيف قامت القوات الروسية بتدمير هذه الطائرة في الرابع والعشرين من فبراير بدأت روسيا عمليات عسكرية جوا استعدادا لدخول كييف لكن القوات الأوكرانية منعتهم وقبل انسحابهم دمروا العديد من الطائرات كما أجبروا إحدى طائرات الشحن على الهبوط الطائرة المزودة بست محركات وزن كل محرك يصل إلى أكثر من 5500 كيلوغرام وكذلك مزودة بأربعين عجلة السيد فولودومير سومونس وهو مهندس تكنيكي لهذه الطائرة تحدثنا عن التكنيك لهذه الطائرة وكيف أصبحت حطا الطائرة الكبرى مجهزة تقنيا وفنيا لكن لا نستطيع إصلاحها وتحتاج عملا كبيرا ووقتا طويلا أنتونوف تحاول إعادة بناء وصيانة هذه الطائرة الجديدة رغم أنها مدمرة بشكل كامل مع حديثها على قدرتها بناء طائرة حديثة وجديدة إذا دعمتها الحكومة الأوكرانية لقناتي العربية والحدث هاني صفيان قستوميل شمال كييف